موسيقى ونتكلمه بوضوح اليوم الحمد لله لا فيما يخص استيراد الحبوب ولا المواد الطاقية ولا المواد الأساسية اللي كتدخل في إطار بطبيعة الحال المشتريات نتعلم مقاولات المغربية اللي سواء اللي عادت تصنيع نتعها ولا اللي استعمالها في الصفقات اللي تتعمل اللي هو كتشتغل فيها هي متوفرة أكيد أن الأسعار ارتفعت بشكل عام وأنا كنت شرحت في مناسبة سابقة في البرلمان على أن غير الدخل الفرات يعني النسبة للفرات النقل كتشكل كتر من 20% من ثمن السلعة بشكل عام وبما أن الثمن تعالفها تطلع لأن الطاقة ارتفعت فهذه المواد كتعرف بطبيعة الحال ارتفعها الآن بشكل عام وإلى حدود متى شهر أبريل الأمور متحكم فيها وهذا يتطلب مجهود وخاصة معدل تدخون اللي بلغى عندنا حوالي 4.1% في حين النفط والمنطقة تجاوز 6.7% وفي أوروبا 6.1% وفي العديد من دول العلام أنتم تعرفون هذا وهذا كما قلت تطلب سياسة مالية وانقنية في هذا التبع يومي حتى تبقى مستويات التدخم في محدوديتها وباش تكون الأمور واضحة اليوم اللي تنتكلم على طوفير الحبوب 8 تاع السنوي قد يكون 7.3 مليار درهم اشتركوا في القناة